الطاقة العامة إليك يا برج السرطان أشوف أنه البعض منعتكم حاليا هو موجود بعلاقة ثلاثية أو إذا كنت أنت حاليا ما موجود بعلاقة ثلاثية أشوف أنه أهم الأحداث إليك خلال هذا الشهر راح تكون أنه أنت ممكن راح تنطلب منك علاقة ثلاثية أو راح تدخل علاقة ثلاثية بدون ما أنت تعرف فأشوف أنه البعض منعتكم يا برج السرطان محتار بين قرارين صار لكم فترة تردون تتخذون القرار وهذا القرار ما قادرين تتخذوه خاصة إذا كان ممكن ارتباط أو اعتذار من شخص من البرج الترابي موجود بحياتكم بالفترة الحالية ممكن يكون عارض عليكم عارض هذا الشخص وهذا الشيء مخليكم محتارين أنه أنتوا بتقبلون هذا العرض أو ترفضونه بالفترة الحالية البعض منعتكم أشوف ممكن أنه هو بالفترة السابقة كان موجود بعلاقة ثلاثية أو حتى اكتشف موضوع خيانة أو موضوع علاقة ثلاثية وهذا الشيء خلاه يترك الحبيب ويقفل ممكن البعض منعتكم يكون قطع تواصلة بهذا الحبيب وممكن يكون أكو بلوك موجود حاليا خاصة إذا كان الحبيب من برج ترابي هاي الطاقة العامة إلك حاليا أشوف أنه أنت ممكن تكون شنة بعلاقة ثلاثية اكتشفتها بعد فترة أو أنه أنت ممكن تكون دخلت هاي العلاقة ثلاثية وأنت عارف بها هس الأسبوع الأول يا برج السرطان أشوف أنه أنت تحاول خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر أنه تنهي علاقة بدون مشاكل أتحافظ على هدوءك على استقرارك أشوف أنه أنت قاعد تحاول تنهي علاقة ويا شخص هذا الشخص ممكن تكون اكتشفت عنه تلاعب معين هذا الشخص ممكن يكون منافق عند نوع من المكر الحيلة الخداع فأشوف أنه تركيزك بالأسبوع الأول راح يكون أنه أنت تنهي علاقة ويا شخص خاصة إذا شنة تتعامل ويا شخص أيضا من برج الحمل أوراقة ظاهرة عمدي بوضوح أشوف أنه أنت دا تحاول تنهي هاي العلاقة بأقل من الخسار مثل ما نقوله فأشوفك أنه أنت دا تحاول تنهي هاي العلاقة بدون مشاكل تحاول تحافظ على هدوءك على استقرارك أو حتى لبعض من عدكم أشوف أنه هو أكو شخص منافق أو أكو شخص ينقل كلام منك إليك شخص يتلصص عليك بالفترة الحالية احذر من عنده شخص مراقبك ممكن يكون بالسر ودي يحاول أنه يلزم عليك لزمة احذر من هذا الشخص الخبيث الموجود أشوف أنه لبعض منكم راح يكون تركيزه أكثر أنه يحافظ على أسراره على هدوءه على بيته مثل ما نقول خاصة المتزوجين لأنه طاقة المتزوجين ظاهرة هنا عندي بوضوح أشوف أكو شخص دي يحاول أنه يدخل بيناتكم ويسبب لكم نوع من المشاكل أو ينقل أخبار أو حتى لبعض من عدكم احذروا ممكن يكون هذا الشخص دي يحاول أنه يسرق من عدكم شيء من المنزل ممكن يكون أكو شخص مقرب من عدكم أنتم أمنين به هذا الشخص دائما يدخل لبيتكم ويطلع وعدكم الثقة به عالية احذروا هذا الشهر من هذا الشخص اللي يتردد هواية على منزلكم وكلامه حلو عنده نوع من المكر والحيلة تحسوا هذا الشخص أشوف ممكن فيت أما ينقل عنكم أخبار يتلصص عليكم أو ممكن حتى يكون يحاول يسرق من عدكم شيء من المنزل فحافظوا على حاجاتكم هاي الفترة حاولوا تحافظون على هدوءكم على أسراركم حتى اتجنبوا المشاكل لأنه أشوف هذا الشخص ممكن دي يحاول أنه يسوي مشكلة بينك وبين شخص ثاني فاحذروا من عنده على الصعيد العملي أشوف أنه أكو شخص عند نوع من المكر والحيلة ويتركوا شخص متلاعب هذا الشخص راح يجي يحاول أنه يعرض عليك موضوع شغل أو شراكة بس أشوف هذا شخص عند نوع من النصب الكذب ممكن راح يجي يطلب من عدكم مبلغ يقولك أنه انطيني مبلغ من المال وأني أخليك ويايا تدخل شريك بمشروع أشوفه شي شيء أو أنه إحنا نبلش شغل أنا وياك سوى أنت عليك مثلا النص وأني علي النص بس أشوف أنه هذا شخص من بعد ما راح يأخذ منك هذا المبلغ من المال راح يهرب ما راح تقدر تلقاه مرة ثانية تلزمة وراح يسبب لكم أزمة أي أن كان هذا الشخص سواء كان على صعيد عاطفي على صعيد العملي على الصعيد الأسري أشوف أنه هذا الشخص طاقة هوائية عنده طاقة تلاعب طاقة مكر ونفس الوقت أشوف عنده نواية سيئة تجاهكم حاولوا تحضرون من عند البعض من عندكم أنتوا عندكم شك أساسا بهذا الشخص أشوف أنه أنتوا تحسوه ومو واضحوا ياكم بالكلام بالتصرفات ممكن يكون من النوع اللي مو صريح حتى إذا تسألوا سؤال أنتوا تعرفون جوابه تشوفون أنه هو راح يحاول يلف ويدور يتلاعب وما راح يكون واضحوا ياكم ورا راح يعني يحتي الصراحة اللي أنتم منتظريها من عنده احذروا هذا الشخص بالأسبوع الأول أشوفه راح يدخل بحياتكم فجأة أول سبع تيام موجود هذا الشخص يكون وممكن تكونون أنتوا تعرفوا هذا الشخص أساسا لكن ما متوقعين من عنده فاحذروا الناس اللي تتردد عليكم هوايا خلال هاي الفترة يا أصحاب برج السرطان خاصة الناس اللي متزوجين والناس اللي يدخلون بعائلتكم أما بالنسبة للوضع العاطفي أشوف أنه وضعك العاطفي أنت أكو شخص صار لك فترة دا تحاول أنه تنهي علاقتك بي وطلع من حياتك ولكن هذا الشخص ممكن يكون مصمم أو مصر أنه هو يرجع أنت كاشف عنه تلاعب كاشف عنه كذب ووعود عندك نوع من الأحباط من عنده هوايا ووعود منطيقي لكن هذا الشخص ما وافي بأي وعد وياك ويحب اللف والدوران أشوف أنه أنت دا تحاول تنهي علاقتك بي خلال الأسبوع الأول ولكن هو من النوع اللي كل شعنيد ممكن يكون تتعاملون ويا برج الحمل أو برج الثور برج الحوت أيضا موجود وطاقة هوائية يعني أبراج ميزان دلو أو جوزاء أشوف أنه هذا الشخص اللي طاقته هوائية مو واضح وياك وحاليا قاعد يراقبك على مواقع التواصل الاجتماعي منتظر عليك زلة فحاول أنه هذا الشخص اللي علاقتك منتهي بي وهو موجود حاليا قاعد يراقبك رغم أنه أنت أشوف البعض منكم قاطع علاقته بهذا الشخص هنانا ولكن هذا الشخص هو اللي بدي يحاول أنه يرجع مرة ثانية ويقدم لك أعذار وأعذارك كلها مو صريحة ومو واضحة وحتى مو حقيقية ولكن هو هذا الشخص بصورة عامة أشوفه من النوع اللي عنيد وأناني وهوية ويحب يتملك يعني هو عنده حب تملك هو يحس أنه أنت حاجة إليه حاجة تخصه وما شايفك عواطف ومشاعر لا هو بالعكس هو دا يحس أنه أنت الشيء إليه ما يصير تروح الغيره فأشوفه قاعد يتلصص عليك بالتواصل الاجتماعي البلوك اللي أنت خالل هي شوفه أنه ممكن يكون داخل من حساب ثاني بالفترة الحالية وقاعد يحاول أنه يتلصص عليك ويشوف أخبارك فهذا الشخص أشوف أنه أنت بالسابق هواية متعبكم وهواية مسبب لكم مشاكل حتى هذا الشخص من النوع اللي غضوب وعنده نوع من الغل اللي حقد اتجاهك أكو صاير بينك وبينه تجريح كلام بآخر مكالمة أو آخر فترة ممكن بعلاقتكم صاير بينكم وهواية مشاكل وهواية تجريح بالكلام فهو عنده نوع من أنه شايل بقلب عليك غل عنده من عندك أو غضب فديحاول يفرغ بأي شيء ونفس الوقت أشوف أنه هو قاعد يراقبك بسر بالأسبوع الثاني راح تكتشف وجود هذا الشخص عندك إذا تشنت ما مكتشفه هسه فأشوف أنه من يخلص الأسبوع الأول أو ممكن حتى بالأسبوع الأول لأن الطاقة هي تشمل النصف الأول كامل فأشوف أنه أنت راح تكشف أنه هذا الشخص موجود عندك من حساب ثاني وأنت حاضرة من حساب وهو موجود وقاعد يحاول يتلصص أشوف راح تخلي نهاية لهذا الوضع ولكن راح ترجع لك شوية نقول يعني تمر بفترة حالتك النفسية راح تتعب هواية راح تحس أنه هذا الشخص مقيدك أكد تقييد من هذا الشخص أشوفه اتجاهك ما أعرف ليش داحس أنه أنت تتعامل ويشخص نرجسي فأشوف هذا الشخص مقيدك هواية دايحاول أنه يسيطر عليك بكل الأحوال هذا الشخص اللي تتعاملون يا لبعض منكم ممكن يكون بعلاقة ثلاثية ممكن يكون متزوج أو ممكن يكون يعني حاليا هو بمرحلة الزواج واصل مرحلة الزواج هاي بالنسبة ل دايحة عاطفيا للعزاب يعني المنفصلين قريبا مو المطلقين فأشوفوا أنه هذا الشخص كان مقيدك هواية بعلاقتك وياه سبب لك هواية ألام هواية جروح وأنت بلشت تتعافى من عندها أو تتحاول تتعافى منها ولكن هو كل ما يشوفك بلشت تتعافى يرجع يدخل بحياتك ويطلب من عندك بداية جديدة ويطلب منك رجوع رغم الألم اللي هو مسببه إليك أشوف هذا الشخص طاقة مناضجة ممكن يكون مراهق يعني عنده طاقة المراهق مو عمدا وضج عاطفي أشوف أنه أكو رسالة راح توصل لك بالأسبوع الثاني الرسالة راح يكون بيها نوع من الوضوح من بعد فترة من الغموض والتشويش اللي أنت مريت بها أكو وضوح راح يصير لبعض من عندكم أشوف منتظر خبر أو منتظر تواصل من شخص صار لفترة طويلة التواصل هذا متعلق هذا التواصل راح يجيك إن شاء الله خلال الأسبوع الثاني خاصة للناس اللي كانوا منفصلين بعمل وانفصلوا عنه ومنتظرين رجوع إلى العمل أو ممكن يعني شخص واعدهم أنه راح يجيب لهم عمل أو حتى يجيب لهم عمل جديد أو يرجحهم للعمل نفسه هنا أشوف البعض منكم ممكن يكون تارك عمل ظلم ومنتظر شخص أنه يرجع للعمل أو يشوف لواسطة أشوف أنه راح يجيك التواصل من هذا الشخص اللي أنت مخليه طرف ثالث بخصوص موضوع العمل من بعد فترة طويلة أنت شنت منتظر بيها خبر منتظر بيها شغل جديد أو حتى منتظر رجع لهذا العمل نفسه التواصل اللي راح يجيك أشوفه راح يكون بفرحة إلك بلمة عائلية وتصير ممكن يعني حفلة تكون بينك وبين العائلة بالأسبوع الثاني أو حتى ممكن يعني خبر حلو راح يجمع العائلة كلها ويفرحها إن شاء الله بس بالنسبة لموضوع العاطفة برج السرطان شوي أشوف أمورك تقريبا متعبة خلال هاي الأسبوعين لأنه أنت مار بخداعة شوفك عندك خداع صاير بالسابق وهذا شي مأثر عليك الحد الآن بعدك فدا تحس نفسك ضحية أنت مخلي نفسك حاليا بدور الضحية يعني هو برج السرطان يعني دائما متشنت أقرأ توقعات الأبراج بالبث على الفيسبوك أسمي دراما كوين فأنت راح تشوي تعيش الدراما كوين خلال هاي الفترة يعني تعيش دور الضحية المظلوم اللي ما عندها هذ الناس كلها جاي عليها فحاول تتحرر من هاي الأفكار السلبية لأنه أشوف أمورك خلال هاي الأسبوعين يعني تبلش من الأسبوع الثالث الأمور راح تبلش تتحسن شوية شوية عندك أمور حلوة هواية راح تصير فلا تخلي هذا الشي السلبي أو حتى هذا الشخص اللي راح يرجع يدخل بحياتك حتى يزعزع لك الاستقرار أو حتى يحاول يشوش عقلك من جديد يسلبك راحتك لا تنطي هاي الفرصة بالعكس كون قوي وأترك هذا الشخص لا ترجع للحالة السلبية اللي أنت موجود بها حتى الماضي الذكريات سيئة اللي عندك حاول أنه تتخطاها وتنساها هس بالنسبة للمتزوجين أشوف البعض من عندكم أما أنت البعض منكم داخل بعلاقة ويا شخص متزوج بعلاقة ثلاثية ممكن تكون أنت تعرف بالعلاقة الثلاثية وممكن لا لأن القراءة عامة فما راح أقدر أنطيكم إياها يعني مضبوطة لأن أكو بعض الناس تعرف وأكو بعض الناس لا إذا كنت أنت بعلاقة ثلاثية أشوف أنه أنت راح تاخذ قرار من بعد تفكير طويل أنه أنت تطلع من هاي العلاقة الثلاثية ويا هذا الشخص اللي نوعا ما أشوفه عنده هواية تأخيرات هواية صار لمعل يعني أنت باقوية أمورك كلها معلقة ما تعرف شنو نهاية العلاقة اللي بيناتكم ما تعرف شنو راح تصير شنو راح يجي بالمستقبل هذا الشخص أشوفه هواية عنده مماطلة هواية تسويف ومن النوع اللي عنده حتى أكو كلامه مو واضح وياك عنده تلاعب بالكلام دائما من توصل الموضوع للموضوع العلاقة الثلاثية وشلون راح تلقوا لها حال خاصة إذا شنو متزوج هنا أنا أكد أشوف أنه هو يحاول بس يماطل ويبدل الحديث يعني يلف ويدور يدوخك حتى ما توصل وياه القرار أو نتيجة ولكن أشوف أنه أنت راح تتخذ قرار أنه تطلع من هاي العلاقة الثلاثية اللي موجودة وراح تخير هذا الشخص بينك وبين الطرف الثالث اللي موجود هو راح يختار استقرار إذا شنتي أنت مثلا الزوجة وزوجة عند علاقة وأنت تعرفين بها وخيرتي فأشوف أنه زوجة راح يترك العلاقة الثلاثية اللي هي موجودة يطلع من عندها وراح يرجع ويحاول يحافظ على استقرار ويحافظ على بيتها خلال هاي الفترة وراح يصرب بينكم اعتدار ومصالح بالفترة الجاية أما بالنسبة للناس